السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني يارب تكونوا بخير ان شاء الله هنكمل مع بعض مراجعة ويك سيكس اللي هنراجع فيها بعض الموضوعات المهمة جدا 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 وبنتكلم في اول حاجة وهي اللي قدام حضراتكم اللي هتكون بالمنظر ده وتاني حاجة هتكون معنا وبنتكلم في بعض الحاجات زي وبنتكلم في بالتالي هنراجع او هنتكلم في امور مهمة جدا لازم حضراتك تخلي بالك منها وتعالى نبدأ في اول حاجة موجودة معنا وهي وازاي فرق ما بين ويعني ايه اصل ويعني ايه اكس بلاس it اللي بتلاقي فيه ان الواي مثلا بتاقي معاية يعني الواي في جنب والأكس في جنب فواضح جدا ده اكس بلاس it فلما بتيجي تجيب الواضح الالي هو الاشتقاق الصريح الواضح ان الواي في جنب والأكس في جنب وده خلاص احنا خلصنا الكلام فيه فده مش موضوعنا طيب الامبلاسد لما بيكون بقى عندي الـ X و الـ Y مع بعض يعني فبالتالي دي بنقول عليها بقى ايه بنقول عليها ان ده بيكون طيب خلينا نشوف واحدة مثلا او الـ example الموجود معنا زي الـ X square بلس الـ Y square equal to 1 طيب خلينا نمشي مع بعض كده في حاجة مهمة جدا 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 لازم حضرتك تكون فاهمة تقول لي ايه هي الفكرة كلها جماعة باختصار الموضوع سهل وبسيط جدا جدا هتتعامل عادي بقواعد الـ الـ بتاعتك عادي جدا ما فيش ايه حاجة اول حاجة هتجيب الـ بتاع الـ X square اللي هي هتبقى عبارة عن 2X بمنتهى البساطة تقول ليه تمام بس في حاجة مهمة جدا لازم تخلي بالك منها لما بتيجي تجيب الـ بتاع الـ عادي او الـ Y square او الـ Y عموها مشكلة عام عادي جدا مش مشكلة زي الـ X بالزبط بس بتخليها D-Y D-X يبقى قول تاني لما بنجي نجيب الـ بتاع الـ Y بتبقى D-Y D-X وده الفرق ما بينهم فبالتالي احنا كلنا عارفين ان الـ بتاع الـ Y square زيها زي الـ X square مفروض ان هي تكون 2Y تقول ليه تمام وبالتالي ادي 2Y بس كل اللي هتضيفه هنا هتضيف D-Y D-X بس ده الزيادة تقول ليه تمام which equal to cam which equal to zero لان احنا عارفين ان اي بعد كده هنعمل ايه بعد كده هنحاول نحرك 2X هنحركها للجنب التاني وبالتالي هتبقى 2Y هنا D-Y D-X اللي هت equal زي معي negative 2X بعد كده هقسم الطرف الايمن على 2Y والطرف الايصر على 2Y عشان يتم عزل الـ D-Y D-X لان انا هدفي ان الـ D-Y D-X تبقى الوحدها فالـ D-Y D-X اللي هت equal زي معي negative 2X over الـ 2Y يبقى الـ D-Y over D-X اللي هت equal زي معي negative X over Y بمنتهى البساطة عمليها سهلة وبسيطة ما فيش فيها ادنى مشكلة خلينا ناخد example تاني بحيس ان انت ان شاء الله تكون متمكن من عملية الـ هنا في المثال ده بيقول لي ان انا عندي X-3 plus Y-3 which equals 2-8 طيب الموضوع بمنتهى البساطة ان انا هجيب الـ بتاع X-3 كلنا عارفين ان هو عبارة عن 3X square برافو عليك هنطبق نفس الكلام بالنسبة للـ Y فبالتالي هتبقى عبارة عن 3Y square تقول لي خلاص خلصت لا استنى ما تنساش لازم تفتكر ان انا عندي انا DYDX الموضوع ده مهم جدا وعشان العملية تبقى ايه تبقى واضحة والامور تبقى ايه ظهرة معنا تقول لي تمام بعد كده اعمل ايه بعد كده بفكر فبعمل الـ DYDX او ان انا اعزل DYDX الوحدة هتبقى 3X square you have to move it to the other side فبالتالي هتبقى 3Y square DYDX which equals to negative 3X square بقى كبقى اسم هنا على 3Y square واسم هنا على 3Y A square بمنتهى البساطة فبالتالي ادي DYDX اللي هتقل زي معي طبعا هن cancel ده مع ده فهتطلع معي negative X square over A over Y square برضو بمنتهى البساطة اللي تمام خلينا اخذ برضو مثال تاني عشان الامور تبقى واضحة والعمليات تبقى سهلة وبسيطة لو افترضنا مثلا على مثال ان انا عندي مثلا ايه خلينا نقول ان انا عندي هنا X square plus 2XY plus Y square which equals to 5 خلينا يعني نمشي بنفس الطريقة هي هي مفيش ادنى مشكلة خالص ده X square فبالتالي هيكون بتاعها يكون 2X بسخلي بال حضرتك ان ده هنا عبارة عن ضرب او ان ده يعني ده ضرب دلتين في بعض فلازم تطبق اللي هي قاعدة ما تنساش ان انا بجيب ايه او بسيب الفونكشن الاولى في مشتكة التانية فبالتالي الفونكشن الاولى اللي هي هتكون 2X مثلا فبالتالي هنسيبها 2X في بتاع الواي كلنا عارفين انه ده y dx جميل جدا بلاس التانية اللي هي الواي زي ما حضرتك عارف في ال بتاع 2X هيبقى 2 بلاس طبعا انا عندي هنا y square كلنا عارفين خلاص ان هي عبارة عن 2Y وما تنساش ان انا عندي هنا dy dx بمنتهى البساطة which equals to zero لان بتاع اي constant يعتبر ايه يعتبر zero وبالتالي بمنتهى البساطة دي هتبع عبارة عن 2X بلاس طبعا عندنا هنا 2X dy dx plus 2Y plus 2Y dy dx equal to zero خلينا نسيب الاتنين دول فقط اي حاجة فيها dydx دي اللي هنتعامل معاها والباقي كله هيتحرك ايه الى الطرف الاخر وبالتالي الموضوع بمنتهى البساطة هيتم عزل الاتنين دول للجهة التانية وبالتالي دي هتبقى 2X dy dx plus 2Y dy dx اللي هت equal زي معايا negative 2X negative 2Y بمنتهى البساطة بعد كده ما تنساش خلينا نكمل في الجنب هنا ما تنساش تاخد dy dx common هيتفضل 2X plus 2Y وعندي هنا negative 2X negative 2Y خلينا نقسم هنا على 2X plus 2Y عشان نخلص منها احنا عايزين نعمل isolation وهذه 2X plus 2Y وبالتالي بمنتهى البساطة يبقى dy over dx اللي هت equal زي معايا طبعا ايه واضح جدا الاتنين شبه بعض وبالتالي هي equal زي معايا ايه ومنتهى البساطة يبقى انا قدرت احصل على ايه قدرت احصل على والعملية سهلة وبسيطة وما فيش فيها ادنى مشكلة خالص يا جماعة ولكن انت المفروض ان حضرتك بتمشي على الرول اللي احنا قلنا عليها فهتلاقي ايه الامور ان شاء الله طيبة وسهلة فيش فيها ادنى مشكلة خالص طيب خلينا نروح تانية عشان تشوف حاجة تانية افترضنا عن نفس القصة برضو انا عندي هنا 5xy المبلس الديفرانشيات نسا مكملين في مينس الواي power 3 which equals to cam which equals to 8 طيب كل اللي علاية ان انا هعمله ان انا هجيب طبعا حضرتك عارف ان 5xy يجي واحد يقول دي product rule على طول ان دي قاعدة ايه ضرب بالتالي هنسيب الاولى زي ما هي فبالتالي هتبقى 5x في بتاع الواي كلنا عارفين ان هي تبقى dy dx plus y في 5x اللي هو يكون في 5 طبعا ايه ال بتاع الواي power 3 فهتبقى عبارة عن 3y square dy a dx which equals to a which equals to 0 فبالتالي دي هتبقى عبارة عن هنودي طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ده يروح to the other side وبعد كده هتفضل هنا 5x dy dx minus 3y square dy dx which equals to negative 5y لان هي كان positive انا حركتها تبقى negative على طول بعد كده ما تنساش ان احنا ناخد dy dx ده common factor يعني مشترك في ال two terms فهناخد common factor فبالتالي يبقى dy dx افتح براكت فهتفضل 5x minus 3y square negative 5y اقسم بها عشان اخلص منها التالي dy dx اللي هتا equal زي ما هي negative 5y divided by 5x minus 3y square فهتلاقي العملية سهلة وبسيطة وما فيش فيها ادنى مشكلة خالص عملية يعني ايه بتعتمد فقط على ان انت يعني مسألة وقته تلاقي العملية ان شاء الله باذن الله بسيطة وسهلة فيش فيها ادنى مشكلة خلينا بقى ناخد ايه مثال تاني طيب لو افترضنا ان انا عندي هنا مثلا حاجة تانية او concept تاني احنا لازم نبقى فاهمينه وهو فكرة لو انا عندي 36 which equals to radical x square plus y square طيب اول حاجة افكر فيها ان انا لازم اخلص من الموجود او الموجود فبالتالي هتقول لي خلاص يبقى خد هنا power two وخد on the other side برضو power two كويس جد حلو جدا 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 طيب اللي بعد كده طبعا طبعا كده انا عملت كده لان بتاع اي constant هيبقى zero يعني يعني ده كده هيبقى zero اصلا فما عنديش اسمة فيه بالتالي هيبقى 36 power two معي طبعا هي cancel ده مع ده هيبقى عبارة عن x square plus y square بمنطقة البساطة فده هيكون zero طيب ال x square يا شباب دي هتبقى عبارة عن two x plus ده هيبقى عبارة عن طبعا ايه two y d y a d x بعد كده هحرك ده النحية التانية بالتالي add two y d y d x بعد كده هقسم هنا على two y عشان اخلص من اي حاجة جنب d y d x بالتالي add d y d x اللي هت equal زمعية negative two y d x اللي هت equal زمعية negative x over y بمنطقة البساطة فهي العملية سهلة وبسيطة مفيش فيها ادنى مشكلة احنا كنا طبعا بنحاول نتناقش في موضوعات مختلفة بالنسبة لل implicit differentiation خلينا ننتقل بقى للجزئية التانية اللي موجودة معنا النهاردة ان شاء الله خلينا ننتقل للجزئية التانية وهي derivative logarith خلينا نشوف بعض القواعد اللي احنا هنمشي مع بعض عليها بحيس ان الدنيا تكون ابسط وعيسر لو جي طلب من حضورتك مثلا سنجل d over dx او d dx بالنسبة للين x في عندنا هنا قاعدة ثابتة يا شباب مش محتاج حضورتك تضيع وقت كل اللي عليك اول ما بتشوف d dx بالنسبة للين x فده هيبقى عبارة عن one over x وده هيفرق معك جدا 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 لو حضورتك فاهمها تقول ليه تمام كويس جدا احنا هنا القاعدة بتقول ان انا باختصار ببساطة جدا اول ما تلاقي الين حضورتك على طول باختصار حولها لone over x باختصار ما تضيع شوى وقتك طيب لو افتغطنا نسع عن سمي مساء لانا عندي هنا d over dx بنسبة الين وهنا x square طيب قدامك طريقتين ان انت تعملهم القاعدة بتقول ان انت بتاخد x square تحت فبالتالي ده هيكون تحت وفي النيوم ريدور بتاعها دويتك بيكون الديفريفتف بتاعها فبالتالي هتبقى عبارة عن 2x over x square هقول تاني بصة جمعا نركز مع بعض فانت بتاخد الجنب اللين وتحطه تحت الجنب اللين هو x square فهتحط تحت في الديفريفتف بتاعه فبالتالي الديفريفتف بتاع x square هيبقى عبارة عن 2x بعد كده نعمل simplifying فال2 هتبقى 4 over x يبقى ده الرجابة بتاعتي في حل تاني اه في حل تاني اه بصة جماعة احنا عارفين اصلا بالبداية كده نحن عارفين اي 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 لوجراث هبالتالي لما بيكون في عندك power هبالتالي مفروض هيطلع برا فهيبقى 2 وهدي lin x بمنتهى البساطة تقوليه تمام كويس جد هبالتالي هيبقى 2 times احنا عارفين ان lin x كنا يسم التفقين مع بعض انه عبارة عن 1 over x فهيبقى 2 times 1 over x عملية بسيطة وسهلة مفيش فيها ادنى مشكلة خلص خلينا ناخد example تاني افترض عندي هنا d dx بناسبة عندي هنا lin و x power of 3 بمنتهى البساطة طيب زي ما اتفقنا مع بعض قدامك حلين الحل الاولاني ان احنا ممكن نعمل ايه ناخد 3 نطلعها برا فهدي انا اعتبار ان هي عبارة عن d dx بالتالي هيبقى 3 و lin x اللي كلنا عارفين ان lin x هيبقى عبارة عن 1 over x يعني من الاخر هيبقى عبارة عن 3 over x اللي هو 3 times 1 over x اللي هو هيبقى عبارة 3 over x خلينا ناخد example ثاني ونركز مع بعض كده الشباب في example المهمة افترض ان هو طالب مني طبعا نفس قصة d x بالنسبة عندي هنا lin و x plus a الفكرة كلها ان في قاعدة عندنا ثابتة ما ها بتظير ايه ان احنا بنقول في كل الدفرافة بتاع اللوجريث بنقول y prime divided ou u divided u تقول يعني افهم حضرتك يعني الفكرة كلها ان احنا بنفترض ان اللي جوه البراكت ده هنسميه u مثلا فبالتالي هيبقى u عبارة عن اللي جوه البراكت بقى x plus 5 طيب ايه ال u بتاعه انا لازم اجيب ال prime احنا بتتعامل معها خلاص u احفظها u prime over u u prime over u تمام حلو جدا فبالتالي ال u هو اللي بيكون داخل ال brackets احنا اول حاجة كتبناها ان u equal x plus 5 تاني حاجة هنجيب derivative بتاعها فيبقى عبارة عن ايه اه يبقى عبارة عن 1 تمام يبقى القعدة بتقول u prime divided u طيب u prime اللي هو عبارة عن 1 over x plus 5 وانتها البساطة بس كده اه بس كده يعني عمل ايه سهلة بسيطة جدا 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 مفيش فيها ادنى مشكلة هناخد حاجة تانية ادي هنا d و ادي dx و ادي هنا lin عندي هنا x square plus a x square plus 4 كل اللي علان انا هعمله نفس القصة هي هيا افترض ان الجو البراكت اسمه u يبقى u هي equal معها x square plus 4 طيب تعال ابقى ما تنساش عبارة ال u برايم بتالعب عبارة عن 2 x جميل جدا قعدة بتقول u برايم ما تنساش over u طيب u عندك بكام تقول u برايم طالع معها 2 x تمام جميل جدا ادي u برايم اللي هو هيطلع مع حضرتك ايه بال 2 x divided by u الهداية اللي هي عبارة عن x square plus 4 هي عبارة عن 2 x divided x square plus a 4 جميل جدا هناخد واحدة ثانية برضو من الحاجات الجميلة الممتعة خلينا نكمل هنا انا عندي برضو نفس قصة add dx وعندي هنا add lan تمام وهنا في x square plus 4 برافو عليك اول حاجة هنعملها هو نفترض ان الجو البراكت ده بنسميه u يبقى u هي equal زمعية x square plus 4 طيب بالنسبة u اللي هو هيكون عبارة عن u بالتالي u هيبقى عبارة عن x square plus 4 هناخد برضو تاني عشان نقدر نفهم اكتر افترض نفس ان انا عندي هنا dx وهنا عندي 7x plus 5 minus x power 3 بالتالي يبقى اول حاجة مفروض ان احنا هنفطل لقوة البراكت يا شباب بنسمي u اللي هو عبارة عن 7x plus 5 minus x power 3 بعد يبقى u برايم اللي هو عبارة عن 7 minus 3 x square يبقى القاطة بتقول u divided u بتالي u موجود مع حضرتك هو هو عبارة 7 minus 3 x square divided u اللي هو عبارة عن 7 minus x power of 3 بمنتهى البساطة خلينا بقى ايه ناخد example تاني شباب عشان تبقوا فاهمين برضو الدنيا مفروض هتمشي ازاي لو انا عندي هنا d وهنا dx اللي هت equals معايا lan و adi sign x طيب ايه بقى اول حاجة لازم تفهم حضرتك حاجة مهمة جدا 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 القاعدة هنا بتقول ان احنا اول حاجة هنعملها ان u هنفترض ان u هو عبار عن sign x طيب بنسبة u prime اللي هو derivative بتاع sign كلنا عارفين derivative بتاع sign cosine جميل جدا بالتالي يبقى u prime over u u prime cosine يبقى cosine x over sine x كلنا عارفين ان cosine divided sine هبتالي اللي هي هتطلع معايا cutan x ومنطقها البساطة خلينا برضو ايه ناخد example تاني احنا هنا بناخد بنتعرض لأسئلة كتيرة examples كتيرة بحيث ان احنا نبقى غطينا موضوع logarith و ln يعني natural و logarith خلينا ناخد بقى حاجة تانية على افترض عندي هنا add dx وعندي هنا add ln وعندي هنا radical x طبعا انك لازم ما ينفعش تسيبها بالصورة دي ما ينفعش ان انا اسيب الحاجة اللي موجودة بالشكل او بالمنظر اللي موجود قدامي لازم احاوله ل fractional explanator او ان انا احاولها من الصورة دي من صورة radical لصورة exponential بالتالي add dx equals معايا ln x بس واخد البر اللي جوه على اللي بره اللي بره 7 واللي جوه 1 فايبقى 1 over 7 وبينتها البساطة تقول ليه تمام حلو جدا ما تنساش ان حضرتك ان المفروض ده بيطلع بره كالكاف fashion فبالتالي هيبقى 1 over 7 وadd dx lan lx طيب كلنا عارفين ان lan lx هو 1 over x تقول ليه تمام بالتالي دي هتبقى 1 over 7 multiply 1 over x اللي هي تبقى عبارة عن 1 over 7 x بمنتهى ايه بمنتهى البساطة اللي في الدنيا خانا برضو ناخد ايه example تاني لو افترضنا على السابق ان انا عندي هنا d وهذه dx وعندي هنا cubic root lin x هنا بقى فيه مشكلة ايه المشكلة 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 الفرق ما بين ده وما بين اللي فاتت اللي فاتت كانت اللين بره الروت يا جماعة اللين هنا كانت بره الروت ولكن هنا lin جوه الروت lin هنا جوه الروت تقول ليه تمام طيب نعمل ايه هنا هنتطر نطبق حاجة اللي هي قاعدة chain rule ما عندنا يعني مفروض ان ده في الحالة دي هنتبر ان احنا عندنا function function فبالتالي هنتطبق chain rule وخلينا نبدأ نفهم الكلام ده يعني ايه اول حاجة عندنا ايه ادي d dx بالتالي ادي اللي هت equal معايا يا جماعة lin طبعا ايه lin ال x طبعا كل ده power third فبالتالي لازم زي ما قلت لحضرتك تطبق ايه تطبق قاعدة ال chain rule او هنشوف دلوقتي يعني ايه وبالتالي طبعا ده زي ما حضرتك شايف هيطلع برا وبالتالي هيبقى عبارة عن add third lin x طبعا ايه هنتعامل مع ده كأنه ايه كأنه براكت عادي فيه موش مشكلة خالص فبالتالي كأنه مثلا x power third فبالتالي هيبقى عبارة عن third minus one تمام فيه مش طاقت او في ال derivative بتاع البراكت نفسه طب يبقى القاعدة هنا استخدمنا ال chain rule طيب ليه لان باختصارة جماعة احنا مفروض ال chain rule مثلا مثلا خلينا فكرك لو انا عندي هنا مثلا x square plus 5 all to the bar of 9 كنا بنعمل ايه كنا بناخد 19 نضربها في ال one برا فكانت هتبقى 9 وهذه x square plus 5 ويخب من ده one فهيبقى 8 فيه derivative بتاع x square اللي هو يبقى 2x طيب ليه تمام احنا عملنا نفس القصة بالزبط مش انت كان عندك third ايوه خلاص ضربتها في اللي برا فهتبقى third هنا بعد كده منها one بعد كده هياخد derivative بتاع فهيبقى one over x بمنتهى البساطة تقول ليه تمام كويس جدا وبعدين هقول لك يعني باختصار هيبقى عبارة عن third وآدي line طبعا لما عملت هنا line x وعندي هنا third minus one لها تطلع معي negative two over three كل ده مضروف في one over x خلينا بقى نزبطها بحيس ان شكلها يبقى أفضل التالي ادي one هيكون فوق وهدي طبعا ادي three تبقى تحت three x وهدي line x طبعا طالما line نزل تحت يتحول power لpositiv وهدي هتبقى عبارة عن two third هتبقى عبارة من آخر كده عن ادي one وهدي three x طبعا لو خدت بالحضرتك احنا هنا مفروض هنتطر نستخدم ايه هنتطر وما تنساش في هنا قاعدة بسيطة جدا ان line x هي هتاخد اللي فوق واللي تحت ده هيكون degree بتاع root وبالتالي cubic root ودي line x all to the part of two احنا حولناها الصورة افضل من الصورة اللي فاتت بمنتهى البساطة خلينا ناخد حاجة تانية طيب ونشوف بقى ايه هنعمل ايه هنا افترضنا مسلا ان انا عايز اجيب نفس القصة ddx بالنسبة log هنا 3x طيب خلي بالحضراتكم ان احنا بمنتهى البساطة احنا في عندنا قاعدة برضو ماشيين عليها لازم حضرتك تكون فاهمها لو انا عايز اجيب ال ل log افترضنا انا عندي هنا log ونفترض ان هنا مثلا ال base بتاعي a وده u فالقاعدة هنا بتقول ان هو هتبقى عبارة عن u يعني هنا هنجيب ال u اي ان كانت اي تمام over u لن ال a تقول ايه طبعا انا مش فاهم طيب خلينا اوضح لحضرتك انا اقصد اول حاجة انت لازم تروح تحدد فين ال u وفين u وفين u جميل جدا طب هات u طالما x يبقى 1 طيب وبالنسبة a a هتكون عبارة عن 3 طب بقى القاعدة اللي انا قلت لك بالتالي هتبقى عبارة عن u فوق بالتالي u هيبقى 1 over u اللي هيبقى x في lin في lin lin ال a فبالتالي هيبقى lin 3 بمنتهى البساطة اللي في الدنيا خلينا ناخد واحدة ثانية لو افترضنا مسلا سأل ان انا عندي حاجة هنا طالب مني نفس القصة وهذه هنا log وهذه هنا x square طيب اول حاجة هنعملها ان احنا ال 2 ده هيطلع برا وبالتالي add d dx اللي هي equal معايا طبعا هنا 2 وهنا عندنا log x لل base a لل base 4 بتالي هنطبق نفس القصة طلع ال u و a بمنتهى البساطة وبالتالي u هيبقى عبارة عن x و u هيكون 1 وال a هيبقى 4 وبالتالي يبقى عبارة عن التفاني وعبارة u y عبارة عن 1 over طبعا u u لو يبقى x في lin 4 بمنتهى البساطة طبعا ايه كل الكلام ده هيكون مضروف في 2 لان احنا كان فيه عندنا 2 برا بالتالي يبقى عبارة عن 2 over x lin 4 بمنتهى البساطة اللي في الدنيا يا شباب خلينا ناخد examples تانية عشان نبدأ نفهم برضو اكتر لو افترضنا مسلا على سمسال ان انا عندي هنا طالب مني derivative بتاع log وعندي هنا مثلا 5 minus 2 x وانا الbase بتاعي ايه base بتاعي 5 اول حاجة زي ما اتفاني عبارة هنطلع ال u ونطلع ال u prime وهنطلع ال a كويس جدا ال u يا جماعة هو اللي هو فيبقى 5 minus 2 x ال u prime اللي هو يبقى عبارة عن derivative بتاعها اللي يبقى negative 2 و ال a هو base فبالتالي هيكون 7 بمنطلع البساطة القاعدة بتقول يا جماعة خلينا اكتبها لكم كده ادي ال u prime over ال u lin ال a ال u prime already موجودة احنا جبناها اللي هي عبارة عن negative 2 over ال u وال u يا شباب اللي هي عبارة عن 5 minus 2 x في lin 7 بمنطلع البساطة تلاقي نفسك لما بتفهم القاعدة هتلاقي الأمور بسيطة وهادية وجميلة جدا مفيش مشكلة خلينا ناخد مثال تاني افترضنا برضو نفس قصة عندنا هنا add dx بالتالي عندنا هنا log عندي هنا 3x minus x all to the bar 4 وهنا ال base بتاعي 2 افترض بقى زي ما اتفقنا عبعد ال u ال u قدام حضرتك ال u prime و ال a برضو عشان يبقى جبنا كل حاجة ال u يا جماعة هو جوه ال brackets فبالتالي هيبقى 3x minus x bar 4 طيب بالنسبة u prime يعني derivative بتاعها طبعا بروفو عليك همسك الاولى هتبقى 3x بس 3 minus 4x bar 3 وبالنسبة a اللي هو يكون 2 طيب طبق القادم هيا بالتالي هتبقى عبار عن دائما تفقنا بعض u prime عبار عن 3 minus 4 x bar 3 over u اللي عبار عن 3x minus x bar 4 lin 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 يعني lin 2 بمنتهى البساطة اللي في الدنيا هناخد بقى حاجة أصعب شوية بحيث ان انت تكون تدربت وفهمت افترضنا ان انا عندي هنا d over dx وعندي هنا log ومسلا ايه فاول حاجة هنجابها زي ما حضراتكم عارفين هنجيب u بعد كده هنجيب u prime وبعد كده هنجيب a طبعا كلنا عارفين ان u هيبقى عبارة عن الجو وعبارة عن tan x طيب بنسبة u prime هو 2x وبنسبة a هو هيكون عبارة عن 5 وبعد كده هتعود تقويض مباشر حضرتك عارف القاطع u prime divided u lin a u prime هو عبارة عن sec فبالتالي دي هتبقى عبارة عن sec power 2x over u هي عبارة عن 10 x في lin l 5 بمنتهى l بساطة خلينا نتقل للجزئية التانية وهي local maximum and minimum points طيب يعني يه الكلام ده يعني الفكرة كلها انه هيتطلب من حضرتك انت تحدد local maximum and minimum بس بدون points يعني بدون graph اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة